إذا كان الله يأمرك أن تستعيد من المسواس فكيف تأتي بالوسواس عندك في بيتك؟ وهذه القنوات الباطلة كلها وساوس الشياطين وهذه المقاطع الفاجرة كلها من وساوس الشياطين العنس وشياطين الجن فكيف الإنسان يستعيد بالله منها؟ وهو يدفع أمواله من أجلها ويأتي بها لتوسوس له ولأولاده ولزوجه في بيته فاحذروا يا عباد الله من وساوس شياطين الإنس وشياطين الجن وهؤلاء ملاك هذه القنوات الفاسدة هم داخلون في وسواس الإنس الذي يوسوس في صدور الناس والعياذ بالله